وهناك أيضا أمراض نفسية هي غير الأمراض العقلية لأنه تتعامل أكثر مع النفس تتعامل أكثر مع الطباة تتعامل أكثر مع المشاعر هناك أيضا غير الأمراض النفسية هناك الاضطرابات الشخصية وريد أن أركز على هذه الفئة أكثر من غيرها لأن هذه لا تخضع كلها تحت إطار الأمراض لأنه شخصية مضطربة وتقسم إلى ثلاث أقصام ثلاث أقصام ثلاث أمراض أربع أمراض تخيف الناس وربما أحد أحب المشاهدين عنده هذه المشاكل وهو لا يعلم ولكن هناك أنماط من التفكير والشخصية والتعامل التي على أساسها يجري التحليل ويقال لشخص أنت ربما على الأكيد أو ربما في هذه الخانة أو هناك خانتين أحيانا مثل شخص يعاني من الكوليسترول أو كوليسترول والضغط أو الضغط والسكري فأحيانا تتداخل الأمور مع بعضها البعض وهناك صعوبة أحيانا لأن هذه الأمور قد تظهر أكثر ربما تتغير مع الإنسان لأن الأمور الفيزيائية لو كسرت يدي وعشرين واحد عملوا لي إكس راي لإيدي وأريت الإكس راي لعشرين طبيب رح يقولوا لي كل نفس النتيجة الإكس راي تظهر أن يدك مكسورة في هذا المكان لكن الأمور النفسية تتغير أنت ذكرت أنه الثلاثة عنقيد أيه الممكن أن تتغير الأمور النفسية ممكن واحد يكون حالته تدل على أنه في هذه الحالة بسبب الضغوط في الحياة يصل إلى حالة الأخطر فأول ثلاثة منها حتى ما دخل في الأسماء هي حالات مرضية تحتاج إلى علاج خطيرة إن لم تعالج هنه ثلاثة والعنقود الثالث هن أيضا ثلاثة لكن هي أمور بسيطة منها مثلا ما يسمى OCD Obsessive Compulsive Disorder أي القهري الوسواس القهري هذا الشخص اللي بده يغسل إيدي كتير يتأكد كل يوم مسكر البوايب وشربيك مثلا أو بده يطفي الضوء أو ثلاثة خمسة سبعة في نمط من التفكير بس هذه الأمور بسيطة لكن اللي هم بالوسط اللي هم صعبين وأراهم في بيوت كثيرة لكن الناس صعب يعرفوا وصعب يعترفوا بوجود هذه الحالات هناك الشخصية مثلا تسمى نرجسية هذا اللي شايف حقه وشخصه كبير مش بالمعنى البسيط فلان نرجسي لأنه يحب يلبس حلو أو لأنه شايف حالو أيوة شايف حالو أنه أكثر من هيك حالة عصبية يشعر بأنه رأيه مهم شخصيته مهمة لازم يعتبر لازم الكل يسمع له إذا ما سمعوا منه بيهاجم وغيرها وأكثر شخصية التي يصعب علاجها هي الشخصية التي تسمى الحدية بوردر لاين على الحدية مش بمعنى الاحتداد ولكن معنى الحد الحدود على الحدود فهذا الشخص يلي يعني دائما متوتر يشك فيه دوافع الآخرين يخاف أن يخسر الآخرين يخاف من العزلة أو يخسر محب وحتى ما يخسروا بيهجموا فبيخسروا فهو بيعمل الشيء ونقيده في نفس الوقت وإيش فيه ناس منها فيه الشخصية التي تسمى هستيرية مش بمعنى المهستر ولكن هذا الشخص الذي كتير يهمه رضا الآخرين فكلم حلم الآخرين يترضيه وكلم حلم الآخرين تشعر أنه أنا لا معنى لوجودي أنا مكروه أنا أنا فشوف أنا بطرح بعض الأمور الصغيرة البسيطة وتحت كل خانة هناك خانات وأشكال مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر